السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الاعزاء طلاب الشهادة الاعدادية اهلا ومرحبا بكم اسعد الله اوقاتكم بكل خير في حلقة النهاردة مراجعة ليلة الامتحان مراجعة النصوص هنراجع على النصوص الاجباري والنصوص الاختياري احنا في الامتحان بيجي لنا ثلاث نصوص النص الاول اجباري والتاني والتالت اختياري بنختار منهم واحد النصوص الاجباري غالبا بتبقى القرآن والحديث والنصر القرآن عباد الرحمن والحديث فضل العلم والنصر رحمة ومحبة لقاسم امين والنصوص الاختياري النصوص الشعرية عندنا ثلاث نصوص كون جميلا ايات العلم ونص الكتاب مراجعة ليلة الامتحان تعالوا مع بعض نبدأ المراجعة اول نص عندنا وده نص مهم جدا من النصوص الاجباري نص عباد الرحمن بيكلمنا عن عباد الرحمن وصفات عباد الرحمن وده نص قرآني من سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونة هونة يعني بسكينة وقار بتواضع وعكسها الكبر يبقى اول صفة من صفات عباد الرحمن بيمشوا على الارض هونة يعني اول صفة التواضع عباد الرحمن دي تشريف وتكريم لمين لعباد الرحمن ويمشون على الأرض هون تعبير بيدل على التواضع تاني صفة إذا خطبهم الجاهلون قالوا سلامة وهنا الجاهلون مش عكس المتعلمون ده هنا الجاهلون بمعنى السفهاء بمعنى الحمقى وعكسها الحكماء ومفردها الجاهل يبقى تاني صفة من صفات عباد الرحمن الصبر على الأزى إذا خطبهم الجاهلون بيقولوا قولا يسلمون فيه من الإثم والآزأ وده تعبير جميل بيدل على الحكمة وحسن التصرف تالت صفة من صفات عباد الرحمن الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما تالت صفة قيام الليل وسجدا وقياما بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه في الآية اللي بعد كده بيقول والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم بعد معرفنا من صفات عباد الرحمن التواضع الصبر على الأزى وقيام الليل هنزود في الآية دي الخوف من الله ومن عذابه ومن عذاب جهنم والذين يقولون ربنا اصرف عن ربنا اسلوب برافو نداء غرضه التعظيم اصرف عنا اسلوب أمر غرضه الدعاء إن عذابها كان غرام اسلوب مؤكد بإن بيدعو ربنا ان هو يصرف يبعد وعكسها يقرب يبعد عنهم عذاب جهنم ليه لان عذابها كان غراما يعني لازما ملازما مصاحبا وعكسها مفارقا وبيوصف النار انها ساءت يعني قبحت اسوأ مكان للاستقرار والإقامة ومستقرا ومقاما بينهما ما تتصرعش وتقول تضاد مستقرا بمعنى مقاما يبقى بينهما تراضف يؤكد المعنى ويوضحه إنها ساءت برضو اسلوب مؤكد بإن الصفة اللي بعد كده من صفات عباد الرحمن والذين إذا أنفقوا لما بينفقوا بيبزلوا أموالهم أنفقها يعني بذلة المسرف بينفق والبخيل بينفق بس عباد الرحمن لما بينفقوا أموالهم لم يسرفوا لم يسرفوا ولا بيبخلوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما يعني وسطا معتدلين يبقى الصفة هنا من صفات عباد الرحمن الاعتدال في الإنفاق عدم الإصراف وعدم البخل لم يسرفوا أسلوب نافي لم يقتروا أسلوب نافي وهنا يسرفوا ويقتروا بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه وده طبعا تعبير جميل بيدل على الاعتدال في الإنفاق الصفة اللي بعد كده من صفات عباد الرحمن انه هم بيجتنبوا الكبائر ما بيعملوش الكبائر ايه هي الكبائر؟ الشرك بالله قتل النفس الزينة والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وده تعبير جميل بيدل على عدم الشرك بالله وهنا إلها ناكرة للعموم والشمول يعني ايه للعموم والشمول؟ يعني لا يدعون مع الله أي إله آخر يبقى عرفنا أن عباد الرحمن لا يشركون بالله اتنين لا يقتلون النفس ولا يقتلون النفس التي يحرم الله إلا بالحق النفس اللي هي الروح ما بيرتكبوش هذه الجريمة هذه الكبيرة قتل النفس التي يحرم الله حرم يعني منع وعكسها أحل ثالث كبيرة من الكبائر الزينة ولا يزنون وهنا عندنا ولا يقتلون النفس التي يحرم الله إلا بالحق الجمال في التعبير ده ده أسلوب مؤكد بالنفي والاستثناء أو أسلوب قصر والأسلوب ده بيأكد عدم ارتكاب عباد الرحمن لجريمة القاتل ولا يزنون أسلوب نفي برضو بينفي ارتكابهم لفاحشة الزينة طب إيه عقاب اللي هيرتكب كبيرة من الكبائر اللي هيشرك بالله قتل النفس الزنا إيه العقاب من يفعل ذلك عد معايا أول حاجة يلقى أثاما يعني أثاما يعني عقابا وأثاما ده هنا ناكرة ناكرة للتهويل وخلي بالك إن كلمة أثاما ده مفرد وهنا برضو ده أسلوب شرط من يفعل ذلك من ده أعداد الشرط يفعل ده فعل الشرط يلقى ده جواب الشرط يبقى ده أسلوب شرط للتحذير من فعل هذه الكبائر لأن العقاب شديد إيه العقاب رقم واحد يلقى أثاما اثنين يضاعف له العذاب يوم القيامة ثلاثة يخلد فيه مهانا يضاعف يعني هنزود له العذاب والفعل هنا مبني للمجهول لأن احنا عارفين من اللي بيضاعف العذاب الله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد يعني يبقى فيه مهانا يعني زليلا وعكسها معززا وده تعبير بيدل على شدة عذاب من يرتكب تلك الكبائر إلا من تاب يبقى الكل هيتعذب إلا هيرتكب كبيرا من الكبائر هيتعذب العذاب ده هيلقى أثاما يضاعف له العذاب يخلد فيه مهانا وهنستسنمين اللي يتوب إلا من تاب وهنا ده استثناء من العقاب من يتوب وده بيدل طبعا على رحمة ربنا وباب التوبة دايما مفتوح إلا هيتوب وهيآمن وهيعمل عملا صالحا العمل الصالح شرط من شروط التوبة يبقى من شروط التوبة الندم والإقلاع عن الزنب وعدم العودة لهذا الزنب وأن تعمل عملا صالحا وده تعبير بيدل على أهمية العمل الصالح وإنه شرط لقبول التوبة طب والله هيتوب هيتعذب على أد الزنب اللي عملوا لا ده ربنا بيقول اللي هيتوب هيبدل سيئاته يخليها حسنات يبدل الله سيئاتهم حسنات هيغير السيئات اللي عملوها يخليها لهم حسنات وده طبعا بيدل على رحمة ربنا بعبادة وسيئات وحسنات بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه وكان الله غفورا رحيمة تعبير بيدل على رحمة ربنا ومغفرته وكلمة غفورا ناكرة للتعظيم ورحيما ناكرة للتعظيم يبقى كده في أول نص عرفنا صفات عبد الرحمن التواضع وقيام الليل والصبر على الأزى والخوف من الله ومن عذاب جهنم والإعتدال في الإنفاق وتجنب الكبائر وعرفنا إيه هي الكبائر الشرك بالله وقتل النفس والزنة النص التاني حديث شريف بعنوان فضل العلم وهنا راوي الحديث أبي الضرداء رضي الله عنه بيقول إن هو سمع الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام بيقول عن فضل العلم من سلك طريقا يبتغي فيه علما من سلك يعني اتخذ إلا هي اتخذ طريقا يبتغي يعني يطلب فيه علم ربنا هيسهله سلك الله به يعني سهل الله له طريقا إلى الجنة يعني طلب العلم بيسهلك الطريق للجنة من سلك ده أسلوب شرط هنا الغرض منه التشويق والترغيب في طلب العلم طريقا أي طريق يبقى نكره العموم والشمود بيطلب فيه علما وعلما دي نكره لتعظيم هذا العلم ربنا بيسهله طريق للجنة ده هنا ربنا بيشبه العلم النافع بأنه الطريق اللي هيوصلك للجنة وبرضه من فوائد العلم إن الملائكة تضع أجنحتها رضاء لطالب العلم ده هنا أسلوب مؤكد بأن وإيه واللام إن الملائكة لا تضع أجنحتها ليه رضاء يعني تكريما وعكسها ساخطا رضاء لطالب العلم يبقى راوي الحديث مين أبي الضرداء إيه ثواب من خرج في طلب العلم أول حاجة ربنا بيسهله طريق للجنة تاني حاجة بيطرد عنه الملائكة وطرعاه وتحفظه وماذا يبين لنا الرسول في هذا الحديث بيبين لنا فضل العلم ومكانات يبقى عرفنا إن من فضل العلم إن اللي بيسعى لطلب العلم ربنا بيسهله طريق للجنة وطرد عنه الملائكة وبعد كده يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض العالم بيستغفر له يعني بيطلب له المغفرة كل اللي في السماء والأرض ده حتى الحيتان ده تعبير بيدل على حب وتقدير جميع المخلوقات لمين؟ لطالب العلم وهنا السماوات والأرض بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه إن العالم ده أسلوب مؤكد بإن لا يستغفر أسلوب مؤكد بإن وطبعا بيشجع على طلب العلم طب إيه الفرق ما بين العالم والعابد العالم اللي بيتعلم ويعلم الناس إنما العابد هو المتفرغ للعبادة وأيهما أفضل العالم ولا العابد؟ لا العالم طبعا العالم أفضل لأن العابد خيره وعلمه لنفسه فقط إنما العالم خيره لنفسه ولغيره بينفع نفسه وبينفع الناس يبقى هنا العالم أفضل من العابد يبقى العالم زي القمر والعابد زي باقي الكواكب يبقى هنا بيشبه العالم بالقمر وبيشبه العابد بالكواكب وفيه تعظيم لمكانة العلم والعلماء يبقى عرفنا هنا السؤال ما ثواب من خرج في طلب العلم؟ ربنا بيسهله طريق للجنة طرد عنه الملائكة يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض يجعل الله منزلة أفضل من منزلة العابد طيب علل السبب تقديم العالم على العابد لأن العالم أفضل لأنه ينفع نفسه وينفع الناس إنما العابد ينفع نفسه فقط وبعد كده بيقول لنا من مكانة العلماء برضو إن العلماء بيورسوا من الأنبياء إحنا عارفين طبعا إن المراس إن اللي عنده فلوس من اللي بيورسها ولاده لأنهم أقرب حد ليه فلما يجي يقول إن العلماء هم اللي هيورسوا الأنبياء يبقى ده بيدل على إن العلماء أقرب الناس لمين للأنبياء يبقى نقول له ده أسلوب مؤكد بإن فيه تعظيم لمكانة العلماء وليه اختص العلماء لأنهم الأقرب والأحب للأنبياء ويعني ورثة يعني اللي بيتولوا نشر العلم بعدهم ومفرد ورثة وارث إن الأنبياء أسلوب مؤكد بإن بيأكد لنا إيه؟ إن الأنبياء تركلنا فلوس؟ لا طبعا ده أسلوب نفي لم يورثوا لم يتركوا مال لا دينار ولا درهم والدينار ده عملة من الذهب والدرهم ده عملة من الفضة عايز يقول لنا ولا سابوا مال لا كتير ولا قليل ودينار ناكرة للتقليل ودرهم ناكرة للتقليل يبقى عرفنا من الأنبياء لم يورثوا مالا طب ورثوا إيه؟ وإنما ورثوا العلم يعني تركوا العلم لم يورثوا ورثوا بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحوا تركوا لنا إيه؟ العلم وإيه العلم المقصود هنا؟ العلم النافع الذي ينفع الناس في الدنيا والأخرة سواء ديني أو دنيوي فمن أخذ به يعني أخذ به انتفع به إلا هيتعلم هيخذ العلم ده فمن أخذ به أخذ بحظ وافر يعني ده اللي خد النصيب الكامل وده تعبير بيبين فضل العلم وإنه المكسب الحقيقي للإنسان يبقى ما مراث الأنبياء؟ العلم ومن اللي بيرثوا؟ العلماء وما الصلة بين العلماء والأنبياء أن العلماء هم ورثة الأنبياء من يتولوا نشر العلم بعدهم أشار الحديث لنوعين من المراث فما هما؟ مراث العلم ومراس المال وأيهما أفضل؟ مراث العلم ولماذا؟ لأن مراث العلم من أخذ به أخذ بحظ وافر ومراث العلم أفضل من مراث المال لأن العلم ينفع الإنسان في الدنيا والآخرة وباق حتى بعد موت صاحبه إنما المال زائل وفاني النص الثالث من النصوص الإجباري ومن النصوص النثرية نص رحمة ومحبة ونص رحمة ومحبة للكاتب قاسم أمين وقاسم أمين مؤلف كتاب تحرير المرأة ومنه هذا النص بعنوان رحمة ومحبة بيتكلم قاسم أمين عن طبيعة العصر طبيعة يعني فطرة طبيعة العصر طبيعة الزمن اللي احنا فيه طبيعة العصر منافرة للاستبداد يعني رافضة للإستبداد يعني الانفراض بالرأي طبيعة العصر بترفض أن الإنسان يكون مستبد برأي ومعادية للاستعباد يعني يتخذ الناس عبيدا وعكسها التحرر إن طبيعة ده أسلوب مؤكد بإن وبيشبه طبيعة العصر بإنسان بيكره الظلم بيقولنا أن العصر بيكره الظلم بيكره الاستبداد يبقى بيشبه طبيعة العصر بإنسان يكره الظلم والإنفراد بالرأي وهنا كلمة منافرة ومعادية بينهما تراضف وهنا منافرة نكرة للتعظيم معادية نكرة للتعظيم يبقى عرفنا طبيعة العصر رفض إيه طيب ميالة إيه؟ يعني ميالة محبة منحازة منحازة إيه بقى طبيعة العصر إن هي تسوق القوة سوق القوة الإنسانية يعني دفع القوة الإنسانية والقوة دي جامع للكاسرة وهنا ندفع القوة الإنسانية في طريق واحد وغاية واحدة وهدف واحد وهنا كلمة طريق دي نكرة للتعظيم وغاية نكرة للتعظيم وهنا بيشبه القوة الإنسانية إن طبيعة العصر هتدفع القوة الإنسانية في طريق واحد ده هنا بيشبه القوى الإنسانية بكائنات حية هنسقها هندفعها لطريق واحد يبقى في الجزء ده عرفنا صفات العصر الذي يعيش فيه قاسم أمين بعد كده قاسم أمين بيقول فهذا الطائف الرحمني من الطائف الرحمني اللي هو تعليم الإسلام الذي ضار وهنا بيشبه الطائف الرحمني بشخص يدور الذي طاف على نفوس البشر بيقول أن تعليم الإسلام بتدور بتلف على الناس بتنبه الغافل فنبه يعني أيقظ ما كان غافلا هنا برضو غافلا نكرة للتحقير فنبه الفاء ده بتدل على السرعة ونبه وغافلا بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه ويعني غافلا يعني ساهيا وعكسها يعقزا يبقى هنا بيشبه الطائف الرحمني بشخص هيدور على مين على نفوس البشر يبقى بيشبه برضو نفوس البشر بأشخاص غافلين والطائف الرحمني هينبههم لإيه؟ إن النساء يغضوا حظهم يغضوا نصبهم لابد يعني لا مفر لابد أن ينال يحصل النساء نصيبهن لابد أن ينال منه من إيه؟ من الطائف الرحمني ينالوا إيه؟ نصيبهن يعني حظهن طب إيه الواجب علينا؟ إن إحنا نساعدهم نمد إليهن يد المساعدة نمد يعني نبسط وعكسها نقبط المساعدة يعني المعونة هنساعدهم نساعد مين؟ النساء يبقى هنا بيشبه الطائف الرحمني بشيء مادي بحاجة مادية النساء هيغضوا نصيبهم ونمد إليهن يد المساعدة بيشبه المساعدة بإنسان لؤيد ونجح الكاتب قاسم أمين في الإقناع بأهمية حسن معاملة المرأة كيف نجح بإنه استدلب قول الرسول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله في الضعيفين من الضعيفين؟ المرأة واليتيم يبقى هنا كده حسن معاملة المرأة فريضة دينية بأمر الرسول أن نتق الله اتقوا الله يعني خافوا الله وده أصلوب أمر غرض الوجوب والإلزام اتقوا الله في مين؟ في المرأة واليتيم وهنا جمع المرأة جمعها النساء والمرأة معرفة للعموم والشمول واليتيم معرفة للعموم والشمول وعلاقتهم باللي قبلها أن الضعيفين ده إجمال المرأة واليتيم تفصيل يبقى علاقتهم تفصيل بعد إجمال يبقى الأمر هنا بأن احنا نتق الله طب كيف نتق الله؟ اترك الوصول للتقوة أول حاجة لتحقيق التقوة تهذيب العقل يعني إصلاح العقل وإيه تاني؟ وتكميل النفس وأعدادها بالتربية والتعليم تعرف النافع تدافع الرزائل تقاوم الشهوات حسن المعاملة اللطف في المعاشرة يبقى دي الطرق للوصول إلى التقوة وهنا تهذيب العقل لتكميل النفس دي بينهما تناغم موسيقي تطرب له الأذن وهنا التربية والتعليم بينهما ترابط وتكامل بيكملوا بعض مدافعة الرزائل الرزائل اللي هي الصفات القبيحة وعكسها الفضائل ومدافعة يعني مقاومة ده هنا بيشبه الرزائل بوحوش تتدافع ومقاومة الشهوات اللي هي الرغبات ده هنا برضو بيشبه الشهوات بأعداء تقاوم حسن المعاملة اللطف في المعاشرة واللطف يعني اللين وعكسها القصوة يبقى عرفنا طرق الوصول للتقوة التي أمرنا بها الرسول وبعد كده بيقول لنا لازم علينا أن نجعل الصلة بيننا وبينهن بين النساء أن الصلة تكون صلة محبة ورحمة الصلة اللي هي العلاقة تكون صلة محبة ورحمة لصلة قره وقصوة قصوة يعني غلزة ده اللي بتفرضه علينا الإنسانية يبقى لما جاب الحديث قال لنا ده حسن معاملة المرأة واجب فريضة شرعية فريضة دينية دلوقتي بيقول لنا ده كمان فريضة إنسانية وهنا بيشبه الإنسانية بحاكم هو اللي بيفرض علينا حسن معاملة النساء وهنا كلمة محبة وكلمة كره بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه كلمة رحمة وكلمة قصوة بينهما تضاد يؤكد المعنى ويوضحه تفرضه علينا يعني تفرضه توجيبه وعكسها تجيزه عكس الواجب جائز يبقى عرفنا أن حسن معاملة النساء فريضة إنسانية وفريضة دينية وكمان فريضة وطنية ليه وطنية؟ حتى تكون جميع أعضاء المجتمع عندنا حية عاملة قائمة بوظائفها يبقى زي ما بيطلبنا الدين والشريعة اللي هي أحكام الدين بحسن معاملة النساء برضو الوطن بيطلبنا بإن احنا نحسن معاملة النساء وليه؟ علشان تكون جميع أعضاء الوطن حتى تكون جميع أعضاء الوطن جميع أعضاء المجتمع رجال ونساء حية عاملة قائمة بوظائفها وهنا بيشبه المجتمع بالجسد وأفراد المجتمع بأعضاء هذا الجسد وده بيدل على الوحدة والترابط يبقى احنا كده رجعنا على النصوص الإجباري في الحلقة الجاية هنراجع على النصوص الإختياري بتمنى لكم كل التوفيق لكم مني كل الحب والاحترام شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته